السلام عليكم معكم القابلة نابلة قصص غريبة في حياة قابلة هي قصص حقيقية وقعت معي شخصيا أو بحضوري مع إحدى الزميلات أو قصة علي من قابلات أشهد لهن بالأمانة وأشهد الله أنها حقيقية أنقصت فيها بعض الأسماء وبعض التفاصيل لكن لم أزد فيها شيء حدثت أثناء سيرة المهنية التي تفوق 16 سنة وقصة اليوم قصة على مولود شكله لم أره من قبل ولا من بعد كنا في إحدى المناوبات والتي كانت تدوم 24 ساعة يعمل فيها فريق متكامل من مجموعة قابلات وأطباء جزاهم الله كل خير كانوا يعملون بجد وفي بعض الأحيان الكثيرة كثرت عدد الولايدات لا يأكلون ولا ينامون ولكن لا يحز في أنفسهم إلا أنهم لم يستطيعوا الصلاة كنا نستقبل النساء المقبلات على الولادة الواحدة تلو الأخرى حتى حضرت إحدى السيدات على وشك ولادة جاءت معها مرافقة أظنها فرد من عائلتها لكن المرأة الحاملة ودعتها بفضاء فقطأت المرافقة رأسها وأعطتها حقيبة الولادة وذهبت دخلت المرأة الحامل ونحن ننظر إليها وفي وجهها علامات الغضب فنظرنا إلى بعضنا البعض وقلت أنا شخصيا أن هذه طريقتها في التنفيس عن خوفها لدخولها قاعة الولادة فلكل امرأة طريقة خاصة بها لقرب الولادة فمنهم من تبكي ومنهم من تضحك ومنهم المرأة صاحبة قصتنا اليوم التي كانت غاضبة كل الوقت أنا شخصيا قلت لا بد أنها تطبق قاعدة الهجوم أحسن دفاع كانت معنا في تلك المناوبة طبيبة مقيمة في السنة الرابعة من الإختصاص وكانت طيبة القلب طيبة المظهر كانت طبيبة جيدة في عملها تضحك لكل شيء وتضحك طوال الوقت دعت المرأة الحاملة إليها لتكمل معها ملأ الملف وأخذ المعلومات وفحصها بعد ذلك لمعرفة ما مدى قرب ولادتها جلست المرأة الحاملة أمام الطبيبة وأخذت تجيب عن أسئلتها الخاصة بحالتها وحالة مولودها لكن إيجاباتها كانت بطريقة فضى نوعا ما وكانت الطبيبة عكس ذلك إما تبتسم أو تضحك مقابل إجابتها ليس سخرية بل كانت نيتها أن تخفف عنها بعض الضغط أو الخوف عندنا في قاعة الولادة عندما نقول أن مرأة حامل على وشك الولادة هذا لا يعني بضع دقائق وإنما بضع ساعات وطول هذه الساعات يتطلب منا مرقبة منتظمة لكل حامل وهذا خاص بالقابلات في الحالات العادية ويشارك فيها الأطباء إذا كانت المرأة في حالة صعبة أو عندها مرأة زيادة على الحمل صاحبة القصتنا كانت في صحة جيدة رغم ذلك قررت الطبيبة المقيمة مرافقتها ومراقبتها حتى حين الولادة فكانت كل ساعة تقوم بفحصها وفحص جنينها وتضع لها أدوية تعين وتسهل من الولادة وكل هذا الوقت وكانت صاحبة قصتنا الحامل ما زالت على وجهها العابس الغضبان حين أوشكت المرأة على الولادة قمت بوضعها على طاولة الولادة وحضرنا ملابس الصغيرة وبدأ المخاض فعلا فجاءت الطبيبة البشوشة الضحوكة إلى المرأة وهي على طاولة الولادة وفعلت كما يفعل أغلبنا طلبت من المرأة أن تدعو لها بالخير فكلنا نتمنى دعوات الخير من المرأة الحامل لأنه يقال أن دعاءها مستجاب طلبت الطبيبة من المرأة دعوات الخير لكن المرأة الحامل أجابتها بفضالة ما لا تريدين أن أدعو لك؟ أنت تعملين عملك وأنا ألد وقفت الطبيبة في دهشة وتماسكت ثم خرجت من قاعة الولادة وأنا أنظر إليها فإذا بها تنفجر من الصحب لغرابة إجابة المرأة الحامل وذهبت الطبيبة بعد أن أوصتني أن أناديها إذا احتشت إليها أخذت المرأة في الدفع وأنا أرافقها وأشجعها وأطلب منها الإجتهاد في ذلك وفعلا أقبل مولودها إلى الدنيا لكن سبحان الله كانت تهشتي كبيرة عندما رأيته وأشهد الله الذي خلق كل شيء أنني في حياتي لم أرى شكلاً مثل هذا المولود من قبل ولم أرى مثله من بعد كان شكل المولود وخاصة وجهه على شكل طائر نعم كان وجهه وجه عصفور كان شكل أنفه وفمه على شكل منقار فأصبت بالظهر سبحان الله لكن رغم دهشتي لم أنسى التعليمات التي تقول لنا إذا ما ولد مولود بشكل غريب أو كان هناك خطأ طبي حول جنس الجنين ذكر أو أنفى التعليمات تقول أنه لا نقطع الحبل الصرفي حتى نضع المولود على بطن أمه لتراه وتتأكد من شكله ومن جنسه فلا تقول لنا بعد ذلك أننا غيرنا الصغير وهذا يحدث في كل بلدان أي نعم ترددت قليلاً لكنني وضعته على بطنها وقدمته لها وأنا أقول في نفسي عن تجربة إن الأمة تقبل صغيرها وتتقبله مهما كان شكله وأخذت المرأة مولودها ونظرت إلى جنسه أولاً ثم نظرت إلى وجهه واندهشت كما اندهشت أنا وأخذت تقول لي ما به لماذا هو هكذا لماذا شكله هكذا وأنا لا أجد جواباً لذلك ثم أخذت أقول لها لا تقلقي المهم أنه في صحة جيدة وأن لونه جيد وأنه يتنفس بشكل عادي ثم اتصلت بالطبيبة البشوشة ودعوتها أن تأتي إلينا إلى قاعة الولادة في حين حضورها كانت المرأة تبكي وتبكي بحرقة ممسكة بصغيرها فقمت بقطع الحبل السري ووضعت على طاولة الموالي وأخذت في الباسع حضرت الطبيبة البشوشة فنظرت إلى الصغير في اندهش وقالت سبحان الله لم أرى مثله ثم وجدت المرأة وهي تبكي بحرقة فأخذت الطبيبة البشوشة تبكي مع المرأة وتواسيها وتقول لها لا تبكي يا عزيزتي إنه بصحة جيدة إنه يتنفس والمرأة تجيبها لا إن شكله شكل طائر إنه مشوه إنه غير عادي والطبيبة تطمئنها وتقول لها لا يمكن لأن وزنه صغير فإذا أرضعته جيدا وغضيته جيدا وأخذ في الوزن سوف يتغير شكله وسوف يتحسن وسوف يصبح جميل والمرأة تبكي والطبيبة تبكي معها ثم قالت المرأة للطبيبة أنت كنت تطلبين دعوات الخير وأنا الآن أطلب منك دعوات الخير بأن يصلح الله ولدي أنت طلبت دعوات الخير وأنا نلت دعوات الشر كثيرا قبل هذا وهذا جزائي فأخذ الكل يبكي ويواسي المرأة وقلنا لها لا لا تقول هذا الكلام هذا خلق الله وهذا مشيئة الله وربما سوف يتغير والمهم أن يكون جسمه سليم وتنفسه وقلبه وكل ذلك وأرسلنا المولود الجديد إلى مصلحة بالمواليد الجدد لمراقبته والقيام بفحوصات أعضائه الداخلية وخرجت المرأة من قاعة الولادة وهي ممسكة بيد الطبيبة البشوشة والطبيبة تواسيها وتقول لها سوف يسمن وسوف يكبر ويتغير شكله ويتحسن وإن حصل هذا وكان كلامك صادقا فأحضريه إلي ودعيني أفرح برؤيته وخرجت المرأة وانتهت مناوبتنا وافترقنا ولم أرى شكلا غريبا مثل هذا الشكل بعد ذلك قصتنا المقبلة إن شاء الله هي قصة هي قصة القيصرية يوم العرس